نصبح على حضراتكم من جديد وخلونا دلوقتي نروح نصبح على زملتنا في الستوديو ليندا عشان نعرف منها آخر أخبار التقس والعملات وأسعار الدهب صباح الخير عليك يا ليندا صباح الخير بسانت صباح الخير مصطفى الحقيقة بسانت درجة الخرارة في القاهرة النهاردة بتسجل 32 مبارح التقس كانت 32 في القاهرة التقس الصبح هيكون حر بالليل هيكون نطيف بالليل بيبقى حلو قوي مقل البرودة شوية بيبقى يعني ما فيش أحسن من كده بيقولوا كمال أسبوع الجاي حيبقى أكثر برودة رغم موجة الحر صحيح؟ يوم السبت ويوم الحد هيكون فيه انخفاض في درجات الحرارة بقيم بتتروح ما بين 4 إلى 5 درجات في المعظم المحافظات في القاهرة توصل لـ 27 حلوة قوي خلينا نسي صباح خير عليكم مشاهدينا بالوقتي تعالوا نتطابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية والبداية هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء سعر البيع سجل 18.32 أما الشراء فسجل 18.21 اليورو البيع سجل 19.28 أما الشراء فسجل 19.15 الجنيه الاستليني البيع سجل 22.79 أما الشراء فسجل 22.63 الفرانك سويسري البيع سجل 18.77 أما الشراء فسجل 18.64 هنروح لليوان الصيني البيع سجل 2.71 أما الشراء فسجل 2.69 الريال السعودي البيع سجل 4.88 أما الشراء فسجل 4.85 الدنار الكويتي البيع سجل 59.88 أما الشراء فسجل 59.35 والدرهم الإماراتي البيع سجل 4.99 والشراء سجل 4.95 وبالنسبة لمتوسط أسعار الدهب فعيار 18 سجل 900 جنيه لجرام أما عيار 21 فسجل 1050 جنيه لجرام أما عيار 24 فسجل 1205 جنيه لجرام وأخيرا الجنيه الدهب سجل 8.600 جنيه خلونا الوقت مشاهدين نستعرض مع حضرتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة الجو هيكون حر على القهرة الكبرى والوجه البحري والشمال الصعيد وفيه نشاط الرياح على كل الأنحاء هتكون مثيرة للرمال والأتربة على الشمال الصعيد درجة الأحرارة في القهرة النهاردة 32 وأعلى درجة حرارة هتكون فيه أسوان 41 وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 22 هنتابع مع حضرتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية